السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلين يوم ان شاء الله قد نشترك معكم فكرة جديدة لتحضير طاجين بالصفرجل وكذلك سلطة اللي كتجي رائعة جدا في التقديم بمكونات بسيطة تمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتفضله معي بشتفوا التفاصيل بسم الله على بركة اللي فيها بسيبسا قعقلة زنجبيل زعفران الملح الكركم وشوية ديال الحامض وحبة بصل خمسة ديال فصوص ديال التو كان تحنوا هادا المكونات كلها ومن بعد غن شرملو بهم الدجاج لي زولت لي اه جلد ديالو هادا دجاج بلدي صافي غن شرملو مزياني لكن عندكم الوقت ممكن تخليوه يشرب مزيان لما كان شهدكم الوقت انا كنتم بيه تهليل كاملة في البرتقال والملح كيف ما تشاركتم معاكم طريقة ديالي الغسل اه جاج سافيه هنا قطعت الباصل قطع صغيرة وغاوضعت هنا يا جاج ديالي كله وغدا نستعليه وكنكون اه ندخله في الفرن ليكون بارد ما يكونش سخون وغدا نخليه اه درجة ديال الحرارة ديال الفرن هادا تنجرة ديال الطين يعني كي طيب حل الطنجية هادا تنجرة ديال الطين اللي اختيتها من اوشون احنا يا عدنا اه 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 قطعتها قطع صغيرة كيف ما شاهتم معايا يعني نقطع تغير في الروبو وغدا نديها تشحر مع الملح وشوية ديال زيت الزيتون كننقصو عليها يعني الدرجة كنقصو عليها النار باش ما تحرقش لينا حتى كتطلق ديال الماء ديالها من بعد ما تشحرات لينا غدا نضيف لها هنا اه 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 توابيل توابيل اللي غنضيف هي شوية ديال تحميرة ولكن تعادكم ففلاء حمرة ممكن نطيفوها شوية ديال كركم والقصبر اه اه وهنا غدا ندوز باش نشحر يعني السلطة الثانية شحرت البصل مع شوية ديال البلحة وشوية ديال زيت السيتون وغنضيف لي هنا يا ابطاطا اللي قطعتها وصلقتها مع شوية ديال زعتر وشوية ديال الملح وشوية ديال البزار ففي وغدا رجعها تشحروا حد خمسة دقيق وكتصبح وجدة هنا غدا ندوز باش نوجدو اه سفرجل سفرجل هنا خضيت هاد ليبسكيوس او الكركو او عفوان الكركا ديال اللي غسلته وخاكي بليكم واحد الحبيبات هادا هادا كغي واحد العشبة اخرى كانت تخلطت لي معها يعني مش مشكيل سافي هنا اه كبيت عليها شوية ديال الما طيب وخليتها حتى تطلق مزيان وغدا نضيف هنا يا السفرجل ديالي انا استعملت قريبا حبت خمسة ديال حبات لي زولت لي هم القشرة ديالهم وصافي غدا نرجعو دبان ديه اي طيب فوق النار مع شوية ديال القرفة يعني جوج ديال العواد و اه البحبات ديال البديان والسكر كتستعملوا الكمية على حسب دوق ديالكم انا استعملت السكر الاسمار ممكن استعملوا العسل وتخليوهاي طيب حتى ينشف صافي وكتقدموه قندوز دبا للتقديم انا عندي اه القوق اللي قطعتو على زوج وخويتو من الداخل ودرتو يتسلق مع شوية ديال الملح وشوية ديال الحامض صافي هنا حطيت غيل الصلطة يعني الخص لتحت وغدا نعمر هنا بصلاة ديال ديال خيزو ديال الجزر اللي فيت مني تشاركت معكم الطريقة ديال تحضير ديالها نخلي لكم ان شاء الله الرابط اسفل هاد الفيديو يعني خيزو محمد كيجي لديد بزاف وكذلك غدا نحط هنا احتى اه صلطة ديال البسباس اللي احتى هي فيت مني تشاركتها معكم في نفس الفيديو غنخلي لكم ان شاء الله الرابط تحت هي ديال باش ما نطولش عليكم بزاف هنا غي فيديو خفيف ضريف لان فيه شوية ديال التكرار ما بغيتش نطول عليكم يعني بدون فائدة منيكون عندكم الوقت ان شاء الله وتحتاجوا لهاد المقبلات ممكن انكم اترجعوا الفيديو ان شاء الله هنا عندي اه صلطة ديال ديال بتطاقس بيا هادي كجي لديدة 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 بزاف يعني فيها غي شوية ديال تحميرة وشوية ديال الملح والكركم والحاري لابغيتو وشوية ديال الحامض فقط هنا يا عندنا اه صلطة المغربية ديال البصلة وماتيشا وشوية ديال المعدنوس صافي قدمتها هكذا كتعطي واحد شوية اللون هاده السلطة هو السر ديال تزيين هو الناخص نحتاج نختارو الالوان لي كتكون مختلفة يعني الحمار الصفار الخضر باش كتخر نخرجو اللون ديال السلطة وفي الاخير رشيت واحد الرشا ديال القصبر ولكن كيعجبكم يعني المعدنوس ممكن تستعملوا المعدنوس حطيت تحت ديك السلطة ديال ديال البطاطا تطالي بالزعتر وهنا قدمت تقديم عادي جدا خليت هادك الجاج حتى شرب مزيان يعني في الاخير كنزولوا الغيطاء يعني ممكن اعطي بغيف واحد واحد يعني واحد الصينية ديال ديال الفرن وتغطيه بالورق الطاهي وفي الاخير كتزولوا الورق الطاهي حتى كيتدغمر داك شي مزيان داك الجاج مزيان وصفي كتقدموه من بعد كتت نزلوه هادك يعني الصفرجل كيجي لمنظر ديالو زوين والمادق حتى هو كيجي رائع مختلف على العادة بالنسبة الناس اللي كتبغي التغيير يعني بعث المرات تقدر اللي شافو كيسحبو شي فاكهة اخرى وهي اللارة غي الصفرجل يعني الصفرجل كيتحسب من الفواكه يعني للتغيير كيجي لديد بزاف والمنظر حتى هو كيجي رائع رشيت عليه شوية ديال الزنجلان وبالنسبة الناس اللي كيبغي يعني واحد الكيمياء كبيرة ديال السكر اللي كيبغي يعني كيبغيوه حلو بزاف ممكن حتى يشرب ولا نصفيوه من هادك الماء ونزيد ناخد واحد المقلات ونضعو فيها شوية ديال السكر وشوية ديال العسل مع شوية ديال الزهر إلا بغيتو صافي وشوية ديال الزبدة وكتزيدو تكاغاميليزي ويعني بحل الفواكه الاخرى ولا بحل الطرق الاخرى ديال مثل البرقوق بنفس طريقة يعني ممكن وكيبقى اللون دياله كيولي احسن يعني كيولي واحد اللون رائع كيولي بحل اللون ديال الفرنبواز مني كنديرو لي هاد العملية هادي وكن انا بما اني كنقص السكر ما يعني نكتر السكر ذاك شي باش خليته غي هاكدك غي هاكدك وجه خفيف والديد والمنظر دياله كيجي زوين بزاف سمنى ان شاء الله حتى انتم ما يعجبكم طافي وصلاته ديالنا جات بسيطة بزاف سهلة والمضاق ديالها كيجي لديد بزاف يعني بنكهات مغربية وبالنسبة للصفة يعني فيتشاركت معكم الوصفة ديالها طريقة ديالي في تحضير ديالها ما كنبدلها اشياني سهلة جدا خليليكم ان شاء الله رابط ديالها احتهي اسفل هاد الفيديو انا المهم هاد هاد نهار هادا بغيت نشارك معكم غي الفكرة ديال هاد ليبيسكيوس او او الكركديل اه اللي كيلولينا هادا وممكن تستعملوا احتف تفاحي لبغيتو احتفل بعويد كذلك اه غير هو اه خاسكم تاخدو دائما شفاكيها اللي كتصبر انها اللي كتاخد شوية اه الوقت فى الطهي يعني بحال دبا مثلا اه تفاح ما كيحتاش انا اه اه نستعملوا واحد الكيمية كبيرة ديال المغي شوية ديال المغي شوية ديال المغي وكنخليهم مع شوية ديال يعني بحال اغي كنعسلوه ديريكت يعني ما نخليوش بزاف على اي طيب بزاف باش ميجيش اه يعني هاري سافي هي وصفات بسيطة ولكن ديدة بزاف تمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم انا الاعجاب ديالكم وبالاخص بالاخص الاخوات اللي كي تصلوا بياه على الخاص وكي كيدروا لي كوموند في ديورهم امتمنى ان شاء الله هاد الفكرة هادي اه هي كتجي اه يعني باش نخرجوا من من البرقوق والمشماش يعني نبدلو حتى الصفرج نقدروا نستعملو حتى الجازر حتى ونقدروا نستعملو ان شاء الله ان شاء الله فيما التحليف الفرصة اه نتشارك معكم ان شاء الله مازال كين افكار مازال كين بزاف ديال الوصفات اللي بقي ما يسرش لي الله باش نتشاركها معكم عما قريب ان شاء الله باذن الله اه نتمنى ان شاء الله البنات اللي بغوني نتشارك معهم يعني واصفات الرمضان اتمنى ان شاء الله تكتبوا ليه في هاد الفيديو هادا باش ناخد واحد الكارني ان شاء الله ونسجل يعني الوصفات اللي هيكون عندها طلب كتير هي اللي ان شاء الله غنتشاركها معاكم اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم وتكونوا استمتعتوا بمشاهدة هاد الفيديو وتكونوا خطيتوا ولو فكرة يعني تنفعكم ان شاء الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة